اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل يفتح ويغلق على تطبيقك الخاص ما عليك أن تقوم بفعلي لحل هذا المشكل على تطبيقك الخاص يكفي أن تضغطون على أطفل سوف تقوم بالضغط هنا على الضبطة والإعدادات ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا سوف تقوم بالضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا لأربعة تطبيقك الخاص سوف تجد هناك تليغرام تضغط عليه ثم سوف يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا تضغط على إيقاف إجباري تضغط هنا على موافق ثم سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين ثم سوف تقوم بالضغط على مسحة تخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإضافة وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتعديد التطبيق على المؤقت